السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة ازايك يا اصحابي والنهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج discover primary 1 الصف الاول الابتدائي term 2 الترم الثاني ولسه بنكمل مع بعض شرح chapter 2 او الفصل الثاني communicating with numbers communicating with numbers التواصل عن طريق استخدام الارقام وطبعا ده في المحور الرابع communication الاتصال او التواصل وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم وكنا انهينا المرة الفاتت شرح page 114 او صفحة 114 والنهاردة هنبدأ نشرح 115 او صفحة 115 وانوانها favorite fruit favorite fruit يعني الفاكهة المفضلة وزي ما وضحنا قبل كده ان الشابتر ده بيتكلم عن النومبرز او الارقام وزي بنستخدم النومبرز او الارقام في حياتنا اليومية ازاي بنعبر بيها عن انفسنا او عن ourselves وزي بنعبر بيها كمان عن بيئتنا او our environment وبيفكرنا بالgraphs او بالاشكال البيانية اللي احنا خدناها في الترم الاولاني وانهاردة هنبتدي نفتكر مع بعض بعض المعلومات الخاصة بالgraphs او بالاشكال البيانية اللي احنا عرفناها في الترم الاولاني مع بعض فهنا بيقول لنا favorite fruit favorite يعني مفضل وfruit فروت يعني فاكهة الفاكهة المفضلة وبيقول لنا هنا use the survey information use the survey survey يعني الاستفتاء الاستقصاء الدراسة الاستقصائية يعني انا لما اجمعكوا قدامي مثلا كلكوا يا اصحابي باسألكوا بعض السؤال واحد مثلا هل يا ترى انتوا بتحبوا ايه من انواع الفاكهة او من انواع الخضار هنا انا بعمل survey باخد بعض البيانات الخاصة بمجموعة من الناس او بمجموعة من الحاجات وبسجل البيانات دي عندي بارقام تسهل علي ان انا اعرف المعلومات الخاصة بالحاجة دي ده اسمه survey استفتاء استقصاء لما اسألكوا مثلا انتوا مفقين على حاجة معينة او لا ده استفتاء او استقصاء يعني survey يعني بعرف عن طريقه المجموعة اللي بتقول نعم او yes عددهم قد ايه والمجموعة اللي بتقول لا او no عددهم قد ايه فبالتالي بابقى عارف الرأي بتاع الناس او المعلومات الخاصة بيهم في ارقام تسهل علي اعرف اخد قرار بشكل سليم فهنا ده اسمه survey survey او استفتاء او دراسة استقصائية بنجمع فيها بعض المعلومات survey information وبيقول لنا هنا use the survey information to answer the questions لتجيب على الاسئلة فانت هنا المفروض اتعمل استفتاء او استقصاء او جمعنا المعلومات الخاصة بالاستفتاء ده في الكلاسروم او في حجرة الفصل ها ا wow طلبه او كل واحد عبر عن رأيه اه في ناس قالت مثلا بتحب الفج او التين في ناس تانية قالت بتحب الجرابس او العنب في ناس تالتة قالت بتحب الوتر ميلون او البطيخ في ناس ربعة قالت بتحب المانجو او المانجا فعدنا مثلا اربع انواع من الفكهة وقلنا لكم يا أصحابي كل واحد بتحب ايه من أنواع الفكهة دي فاللي قال انه هو بيحب الفيج أو التين هيظهر في الدراسة بتاعتنا أو في السيرفي بتاعنا وهيوضح انه هو واحد من الناس اللي بيحبه الفيج أو التين أما بنسبة للي بيحب الجرابس فيظهر في رقم بتاع الناس اللي بتحب الجرابس أو العنب أما اللي بيحب الووتر ميلون أو البطيخ فهيظهر رقمه في الناس اللي بتحب الووتر ميلون أو البطيخ أما اللي بيحب المانجو هيظهر الرقم بتاعه في الناس اللي بتحب المانجو أو المانجا فهنا بيقول لنا The class is going to have fruit for a snake الكلس أو الفاصلة هياخد فكهة كتسلية أو كوجبة خفيفة for a snake يعني كوجبة خفيفة فهنا عملوا سيرفي عشان يشوفوا هيجيبوا للكلاس نوعين من أنواع الفكهة دي فسألوا التلاميذ إحنا عندكم دلوقتي أربع اختيارات عندنا التين وعندنا العنب وعندنا البطيخ وعندنا المانجا التين اللي هو الفيج والعنب اللي هو الجرابس والبطيخ اللي هو الووتر ميلون والمانجو أو المانجا زي ما احنا عارفين فإحنا عايزين نعرف الناس اللي بتحب الفكهة دي الدقيقة علشان هنجيب نوعين بس من أنواع الفكهة دي فالنوعين اللي بيحبوهم التلاميذ أكتر هما اللي هنجيبهم فبيقول لك هنا يعني المعلم السأل الفصل كل واحد يختار الفكهة المفضلة بالنسبة له وطلعت لنا المعلومات أو البيانات دي أو الانفرميشن دي فعندنا هنا ده طبعا يا أصحابي نوع من أنواع الجرافز أو الرسوم البيانية زي ما اخدناها في الترم الأولاني وده اسمه البيكيتشير جراف أو الرسم البياني بالصور زي ما احنا شايفين قدامنا فعندنا في 1, 2, 3, 4, 5 في 5 ستودنس أو 5 تلاميذ أو 5 طالبة بيحبوا الفكهة أو التين زي ما احنا شايفين قدامنا وعندنا في الجرافز 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 في 8 ستودنس أو 8 طلاب بيحبوا الجرافز أو العنب وعندنا 1, 2, 3 في 3 ستودنس أو 3 طالبة بيحبوا الووتر ميلون أو البطيخ وفي عندنا 1, 2, 3, 4 في 4 ستودنس أو 4 طالبة بيحبوا المانجو أو المانجا زي ما احنا شايفين قدامنا فهنا بيقول لنا كم عدد الطالبة بيحبوا الطلاب بيحبوا الفكهة أو اللاتين the best أكتر من غيره هنرجع نشوف الأرقام تانية فهنعد 1, 2, 3, 4, 5 فاحنا عندنا 5 يبقى هنكتب هنا 5 ستودنس زي ما احنا شايفين قدامنا أو 5 طلاب طب هنا عندنا في السؤال التاني بيقول لنا how many students كم عدد الطلاب like graphs like graphs بيحبوا العنب the best أكتر من غيره best يعني الأكتر أو الأفضل يعني بيفضلوا عن غيره هنرجع لل picture graph أو للرسم البياني بالصور اللي احنا عندنا في البيج هنا وهنعد هنقول 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 فعندنا 8 students أو 8 طلبة like graphs أو بيحبوا العنب أكتر من غيره وفي السؤال التالي بيقول لنا how many students كم عدد الطلبة like melons melons اختصار لكلمة water melon اللي هو البطيخ like melons the best بيحبوا البطيخ أكتر من غيره فنرجع لل picture graph اللي عندنا وهنلاقي 1, 2, 3 ففي عندنا 3 students أو 3 طلبة بس هم اللي بيحبوا melons أو water melon زي ما احنا عارفين فنكتب هنا 3 students واخر سؤال بيقول لنا how many students كم عدد الطلبة like mangoes بيحبوا المانجو the best أكتر من غيره وبيفضلوا عن غيره فنرجع لل picture graph أو الرسم البياني بالصور اللي عندنا وهنلاقي 1, 2, 3, 4 عندنا 4 students بس أربع طلبة بس بيحبوا المانجو فهنا احنا كده استخدمنا information أو المعلومات اللي موجودة في survey أو في الاستفتاء أو في الدراسة الاستقصائية زي ما احنا عارفنا اللي موجودة عندنا وعملنا answer أو أجبنا الquestions الموجودة تحت البيكيترغراف ده تعالوا شوفوا بيسألنا هنا كمان بيقول لنا which fruit which fruit أي فكهة أو أي نوع من أنواع الفكهة is the favorite fruit is the favorite of most students is the favorite المفضلة of most students most يعني أغلب students الطلبة إيه هي الفكهة المفضلة للمost students أو لأغلب الطلبة تعالوا نشوف إيه هي الفكهة صحبة أكبر رقم اللي بيفضلها أكبر عدد من الطلبة وبالتالي هي دي اللي بيفضلها أغلب الطلبة أو most students فنلاقي عندنا الفج في 5 أما الجرابس في 8 الووتر ميلون في 3 أما المانجو في 4 فأنهي فيهم فكهة صحبة أكبر عدد من الناس اللي بيحبوها طبعا الجرابس أو العنب شطرين لأنه بيحبها 8 أما التانيين فأرقمهم أقل فنكتب هنا the grabs طب السؤال التاني بيقول لنا the teacher the teacher المعلم will buy will buy هيشتري سوف هيشتري two kinds two kinds نوعين of fruit of fruit من الفكهة what should the teacher buy what should the teacher buy أي النوعين المفروض should يعني يجب على the teacher المدرس buy أن يشتري أي النوعين دول المفروض هو يشتريهم فنشوف طبعا أكتر نوعين عليهم طلب وبيفضلهم أكبر عدد من الطلبة علشان نشتريهم فأول نوع طبعا زي ما احنا عرفنا الغرابس أو العنب تاني نوع إيه في عندنا الووتر ميلون سري أما المانجو فبيفضلها فور لكن الفج بيفضله five students أو خمس طلبة يبقى تاني حاجة بعد الغرابس على طول المفروض هو الفج أو التين لأن ده تاني أكبر عدد بيفضله أكبر عدد من الطلبة فنكتب هنا grabs العنب and fig والتين زي ما احنا شايفين قدامنا وبكنا نكون حلينا البيج دي وافتكرنا مع بعض البكيتشورغراف أو الرسم البياني بالصور ونتنقل البيج اللي بعد كده خليكم معي ونوصل لبيج 116 أو صفحة 116 وعنوانها comparing with graphs comparing يعني المقارنة with graphs with graphs باستخدام الرسوم البيانية with باستخدام أو باستخدام الرسوم البيانية فاحنا افتكرنا من شوية البكيتشورغراف أو الرسم البياني بالصور وكان في نوع تاني يا أصحابي خدناه في الترم الأولاني لو تفتكروا معايا كان اسمه ايه؟ شطرين كلكم كان اسمه البارغراف البارغراف أو الرسم البياني بالأعمدة زي ما احنا عارفين كلنا فعندنا نوعين من الرسم البياني أو من الجرافز أول نوع اللي هو البكيتشورغراف أو الرسم البياني بالصور أما النوع التاني فهو اسمه البارغراف البارغراف أو الرسم البياني بالأعمدة فهنا بيقول لنا فعندنا هنا زي ما احنا شايفين قدامنا اول حاجة البارغراف أو الرسم البياني بالأعمدة زي ما احنا عارفينه وتاني حاجة البيكيتشورغراف أو الرسم البياني بالصور زي ما احنا عارفينه برده فأول حاجة البرغراف هنا أصحابي أو الرسم البياني بالأعمدة زي ما احنا شايفين قدامنا فيه 3 بارس أو فيه 3 أعمدة أول عمود فيه 1, 2, 3, 4, 5 خمس وحدات أو خمس أشخاص مثلا ثاني عمود أو العمود اللي في النص ده أو ثاني بار 1, 2, 3, 4, 5, 6 فيه 6 خنات زي ما احنا شايفين قدامنا أما ثالث عمود ففيه 1, 2, 3, 3 خنات بس فهو هنا مدينا الـ 2 graphs أو الرسمين البيانيين دول من غير أي information أو من غير أي بيانات فبيقولك ايه الحاجات أو ايه المعلومات اللي ممكن تعرفها من الـ graphs دي أو ان انت تقرأ الـ graphs دي فأول حاجة مثلا احنا ممكن نعتبر ان الـ graph الأولاني أو الرسم الأولاني أو الرسم البياني الأولاني ده اللي هو بالأعمدة أو الـ bar graph ده بيعبر مثلا عن الـ colors أو الألوان فمثلا لو انا سألتكم عندنا 3 choices أو 3 اختيارات من الألوان عندنا الـ blue وعندنا الـ red أو الـ purple وعندنا الـ yellow ايه هو الـ favorite color أو اللون المفضل الخاص بكم فنكتب هنا فوق مثلا favorite color favorite color أو اللون المفضل وطبعا زي ما احنا عارفين ده اسمه bar graph أو الرسم البياني بالأعمدة هنا المفروض في الجنب هنا نكتب هنا number أو number of students عدد الطلبة اللي بيفضلوا كل لون وهنا عندنا زي ما احنا شايفين قدامنا 3 colors أو 3 ألوان وهنكتب هنا مثلا تحت الـ bar ده هنكتب هنا yellow أو yellow color وهنكتب هنا تحت الـ bar ده هنكتب مثلا هنا red أو هنكتب purple اللون الأحمر أو اللون البنفسجي والـ bar التالت ده هنكتب تحت منه blue أو اللون الأزرق فاحنا هنا قدرنا نستردم الـ bar graph أو الرسم البياني بالأعمدة ده وتخيلنا ان ليه information معينة علشان نقدر نكملها ونوضح قد ايه احنا فاهمين المعلومة الخاصة بالـ bar graph واضح هنا بقى في الرسم البياني التاني اللي موجود في الـ page دي ان ده picture graph أو رسم بياني بالصور وده بيعبر عن feelings أو المشاعر فأول مجموعة من الصور فيها smiley face smiley face وجه مبتسم وده طبعا شبه الـ emojis الخاصة مثلا بالـ whatsapp و بالمسانجر وبالحاجات الخاصة بالتواصل دي الـ emojis دي فيها smiley face أو وجه مبتسم وعددهم هنا يا اصحابي 1, 2, 3, 4, 5 5 pictures أو خمس صور فلو اعتبرنا ان ده بيعبر عن مشاعر مجموعة من الاشخاص في 5 persons بيبتسمين يعني مش مدقيين من حاجة الصف التاني موجود فيه هنا angry face angry face أو وجه غاضب فلو احنا اعتبرنا ان 1, 2, 2 فيه شخصين بس غضبانين أو angry اما الصف التالي فيه وجهين بـ laughing أو بيتحكوا فعندهم سعادة فسعادة أكتر حتى من الـ smiley فهنا 1, 2 فيه two persons أو شخصين بـ laughing أو بيتحكوا واخر حاجة فيها one face أو one set face وجه حزين واحد فاحنا هنا قدرنا نقرأ الـ picture graph أو الرسم البياني بالصور وتخيلنا ان الـ graph ده أو الرسم البياني ده بيعبر عن feelings أو عن المشاعر الخاصة بمجموعة من الاشخاص وقدرنا نقرأ الـ graph بشكل سليم ونفهم منه بعض المعلومات كمان وبكده نكون أنهينا الـ page دي وافتكرنا مع بعض الـ bar graph أو الرسم البياني بالأعمدة والـ picture graph أو الرسم البياني بالصور ونتنقل للـ page اللي بعد كده خليكم معي ونوصل لـ page 117 أو صفحة 117 وعنوانها Our bar graph Our bar graph يعني الرسم البياني بالأعمدة Our بتاعنا اللي هو ملكنا رسم البياني بالأعمدة الخاص بنا Our bar graph وهنا بيقول لنا write your survey question write your survey question اكتب الـ survey question أو السؤال الخاص بالاستفتاء بتاعك زي ما قلتلكم على الـ survey أو الاستفتاء أو الاستقصاء اللي احنا عرفناه في الدرس اللي فيطمع بعض فبيقول لك اكتب السؤال بتاعك اللي انت سألته زن ثم بعد ذلك answer it اجب عليه as a group كما في المجموعة فانت مثلا ممكن تجمع اصحابك او المجموعة بتاعتك في الـ classroom وتسألهم على الـ survey question أو السؤال اللي انت آآ آآ المفروض هتسأله لهم واحنا قلنا ان احنا ممكن يبقى الـ survey question أو السؤال بتاعنا اللي احنا نسأله آآ آآ يكون لي two answers أو two choices لي اجابتين كل اجابة غير التانية وآآ طبعا المجموعة اللي معانا اللي احنا هنسألهم السؤال ده اكيد فيهم ناس هتختار الاجابة الاولانية وناس تانية هتختار الاجابة التانية فبيقول لك هنا then answer it as a group بعد ذلك اجب عليه كما حدثها في المجموعة يعني make a bar graph make a bar graph اعمل رسم بياني بالاعمدة write two things اكتب شيئين write two things اكتب شيئين you know انت تعرفهم from your group's answers من المجموعة بتاعتك من اجابات المجموعة بتاعتك use comparing استخدم المقارنة use comparing words استخدم مقارنة الكلمات like مثلا more than less than equal to مساولي او or يعني او same as مساولي برضا فاحنا عرفنا في المرة اللي فاتت يا اصحابي ان الشابتر ده بيكلمنا عن ال numbers او عن الارقام وهنا العلاقة بين الارقام او المقارنة بين الارقام comparing numbers فاحنا لما بنيجي نقارن بين الارقام بيبقى فيهم رقم اكبر من التاني فبنقول عليه more than more than او اكبر من لو في رقم فيهم اصغر من التاني فبنقول عليه less than less than او اصغر من لو في رقمين قد بعض بنقول عليهم متساوين مع بعض او بنقول على كل واحد فيهم equal to equal to مساوي لي or او same as مساوي لي يعني الرقم ده بيساوي التاني فهنا بيقول لنا اسألوا السؤال اللي انتوا هتسألوه مثلا الجروب بتاعكو وطبعا هنختار الاجابتين اللي احنا ادناه لهم هندوم مثلا two choices فهنكتب الاجابتين كل اجابة قد ايه كام حد في المجموعة بتاعتنا اختارها فبسلا السؤال اللي احنا ممكن نسأله نقول لهم مثلا which do you like better ايه اللي انت بتفضلوا اكتر Saturday or Sunday Saturday يعني السبت يوم السبت or Sunday يوم الحد انتوا بتفضلوا يوم السبت او يوم الحد Saturday or Sunday which do you like better which do you like better ايهما تفضل اكتر Saturday or Sunday فعندنا هنا اصحابي two choices او اختيارين Saturday or Sunday Saturday يوم السبت or Sunday يوم الاحد وانا بسألكوا انتوا بتفضلوا اي يوم من اليومين دول فالمفروض ان مثلا مجموعة من الاشخاص لو احنا عندنا عشر تلاميذ او ten students عشر طالبة فمثلا لو في منهم six او ستة اختاروا مثلا Sunday او يوم الاحد عشان هما بيحبوا يروحوا المدرسة فبيحبوا يوم الحد عشان ده اول الاسبوع فالمفروض الباقي ايه الباقي مثلا four لا احنا عندنا ten زي ما احنا قلنا ففي four اختاروا يوم السبت او Saturday يبعا عندنا four Saturday و six Sunday فبيقولنا هنا our survey question او السؤال الخاص بالاستفتاء بتاعنا بالاستقصاء بتاعنا is زي ما احنا قلنا من شوية هو which do you like better Saturday or Sunday والمفروض طبعا هنكتب هنا مثلا six او ستة وهنا مكتوب تحت منها حتى number say Sunday ستة قالوا يوم الاحد Sunday وهنكتب هنا four او اربعة say Saturday قالوا يوم السبت Saturday فاحنا هنا اه اعملنا او كتبنا survey question بتاعنا او السؤال بتاعنا وكتبنا كمان الاجابة او الانسرز الاجابات او الانسرز الخاصة بيه وكتبنا عدد الطالبة او عدد الناس اللي اختاروا كل اجابة ونتنقل البيتج اللي بعد كده خليكم معي ونوصل البيتج 118 او صفحة 118 ومكتوب فيها زي ما احنا شايفين قدامنا our bar graph او الرسم البياني بالاعمدة الخاص بينا واحنا لسه بنكمل مع بعض الصفحة اللي فاتت ومدينا هنا الbar graph زي ما احنا شايفين قدامنا وفيه two bars او عمودين كل عمود مثلا عدده one two three four five six seven eight nine ten كل عمود عدده ten او عشر خنات كل عمود فيه عشر خنات زي ما احنا شايفين قدامنا فاحنا قلنا ان فيه six students او ست طلبة قالوا Sunday او يوم الاحد وفيه four students او اربع طلبة قالوا Saturday او يوم السبت فهنكتب هنا تحت العمود الاولاني او الbar الاولاني Sunday زي ما احنا شايفين قدامنا وهنظلل فيه مثلا six آآ ست خنات او عشان نعبر عن six students او ست طلبة وهنكتب تحت البار التاني Saturday او يوم السبت وهنظلل فيه اربع خنات زي ما احنا شايفين قدامنا عشان خاطر نعبر ان اربع طلبة فاحنا بكده عملنا وكملنا البار جراف بتاعنا زي ما احنا شايفين قدامنا وهنا بيقولنا what answers ما الاجابات do you have for your question اللي انت بتملكها او اللي جات لك for your question للسؤال بتاعك فنكتب هنا مثلا six students likes Sunday او ست طلبة بيفضلوا Sunday وهنكتب في number two four students او اربع طلبة likes like بيفضلوا Saturday او يوم السبت زي ما احنا اتفقنا مع بعض وبكي نكون انهينا حل البيتش دي وزي ما احنا عارفين ان ما فيش اجابة نموذجية ممكن انت تسأل سؤال سؤال تاني ويبقى عندك اجابات تانية خالص المهم ان انت تبقى عارف يعني ايه سيرفي يعني ايه استقصاء ان انت تسأل سؤال لمجموعة من الناس علشان تعرف البيانات وتاخدها في ارقام وتقدر تعمل بيها bar graph او تعمل بيها picture graph زي ما احنا عارفين وزي تقرأ bar graph او الرسم البياني بالاعمدة وزي تقرأ او تفهم يعني ايه picture graph او الرسم البياني بالصور وزي تعمل comparing numbers او تعمل مقارنة بين الارقام وده اللي هنكمله المرة الجاية مع بعض ازي تعرف رقم اكبر من رقم يعني more than ازي تعرف رقم اقل من رقم يعني less than وزي تعرف ان رقم بيساوي رقم يعني equal to او same as ويبكده احنا نكون انهينا البيج دي والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة بجد واتفرق معا كتير وانت مش هتخسر اي حاجة بس غيرك هيستفيد وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان وانا سايب لكم ال links او الروابط بتاعتها في ال description او في الوصف اسفل الفيديو وسايب لكم الروابط الخاصة بقوائم التشغيل الخاصة بالترم الاول وبالترم التاني موجودة بشكل منظم يسهل عليكم الوصول لاي درس بمنتال سهولة وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته